أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تأجيل هيئة الخدمة الوطنية العسكرية دعوة المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية حتى إشعار آخر مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش أشارت في بيان إلى رفع المخالفات والمدد الإضافية المترتبة على عدم التسجيل في النظام عن المخالفين وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين من فبراير 2020 وحتى نهاية مايو الماضي ودعية المكلفين بالخدمة إلى الاستمرار بالالتزام والتقيد بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية خلال 60 يوما من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر عاما تجنبا للمساءلة والعقوبة